السلام عليكم حياكم الله متابعيني في مطبخي لالة كوك شهر مبارك وكل عام وأنتو بألف خير طبق اليوم حيكون طبق مميز جدا في المائدة الرمضانية طبق الثريد مميز جدا في تقديمه وسهل جدا في تحضيره تعالوا معايا نشوف كيف طريقته ومكوناته إذا كنتوا أول مرة تزوروا قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد أولا شايتكلم عن المكونات نحتاج إلى كيلو لحم وممكن أكثر حسب رغبتكم وكمان نحتاج إلى بهارات صحيحة وبهارات مشكلة مثل اللومي وورق الغار والقرفة والهيل واللومي يعتبر من الأساسيات في هذا الوصفة وبهارات مشكلة ملعق الصغيرة لكل نوع بهار اللحم واللومي المطحون وكمون وفلفل أسود وكزبرة وكركم وبابريكا وملح ونحتاج إلى خضروات مشكلة ومقطعة إلى حجم كبير ومن ضمن هذا الخضار القرع أو الدبا نقرشه ونقطعه إلى أحجام كبيرة ونحتاج إلى عصير الطماطم تقريبا ثلاث حبات كبيرة وملعقتين من معجون الطماطم وملعقة كبيرة ثوم مهروس وملعقة كبيرة زنجبيل طازج مهروس وحبتين بصل مقطعة إلى مربعات نحتاج منها للحم ومنها لكشنة الخضروات وهذا الوصفة نقدمها فوق خبز الرقاق أو ممكن تستخدموا أي خبز متوفر عندكم يكون خبز خفيف ومقرمش ونقول بسم الله ونبدأ بسلق اللحم في قدر أضيف جزء من البصل وعليها اللحم وأضيف على اللحم البهارات الصحيحة عشان تتنكى هالمرقة وتكون لذيذة شضيف ورق الغار وعود من القرفة وكم حبة هيل وملعقة صغيرة فلفل أسود ونقلب اللحم لما يتحمر ويتغير لونه نغمر اللحم بالماء وهذا المرقة نستخدمها فيما بعد ولازم تكون كمية المرق كافية زيدوها من البداية لأن احنا حنستخدمها للكشنة نترك اللحم لما يستوي وممكن نستخدم قدر الضغط وفي قدر ثاني يكون أكبر وأوسع نبدأ بكشنة الخضروات أضيف البصل المفروم وعليها الزيت نقلب البصل لما يذبل وبعدين نضيف البهارات الصحيحة اللومي وكم حبت هيل وقرفة وورق غار نكهة اللومي في طبقة ثريد مميز جدا انتبهوا تستغنوا عن هذا الإضافة نضيف ملعقة كبيرة الثوم وملعقة كبيرة الزنجبيل ونقلبهن لما يبدأين تحمرين وتطلع ريحة تن وبعدين نضيف ملعقتين من معجون الطماطم نحمس معجون الطماطم مع البصل كثير على سب تبتعد الحموضة ويكون طعم الكشنة اللذيذة وبعدين نضيف البهارات المشكلة وهذا الخطوة بتدي طعم للكشنة عندما نحمس البهارات كويس مع الصلصة بتدي طعم وتعزز نكهة البهارات وبعد ما نحمس البهارات مع الصلصة نضيف عصير الطماطم استخدمت ثلاث حبات من الطماطم الكبيرة عصرتها في الخلاطة وهذا الطريقة حتخلي المرق حق الكشنة ثقيل ويكون خالي من قطع الطماط وقشور الطماط نقلبه شوية ونترك الكشنة تتسبك لما ينشف ماء الطماطم وتتسبك الكشنة تمام وهذا شكل اللحم بعد ما قد استوى تقريبا 70% من نضاجه هيكمل استواءه مع الخضروات لأنه بعدين حينهري وكمان يتفتت بين الخضار وما هيكونش محافظ على شكله نتركه على جم ونرجع لكشنة الخضار بعد ما تسبكت نضيف عليها البطاط والجزر والكوسة ما عدى الكرع أو الدباء هنضيفه بعدين لأنه بينضج بسرعة نقلب الخضار مع الكشنة على سب الخضروات تكسب نكهة البهارات والكشنة وتتحمر شوية وبعدين نضيف المرق واللحم على الخضار وفي هذا المرحلة تقدر تضيفه كمان ماء ساخن إذا لاحظتوا إن المرق قليلة لأنه طبق الثريد يحتاج إلى مرق كثير عشان نشرب الرقاك فيه نترك الخضار مع اللحم يستوي وفي نص وقت نضاج الخضار نضيف القرع نتركها على نار هادئة لما ينضج تماماً وهذا هو الثريد جهز معنا نبدأ الآن بالتقديم يفضل نقدمه في صاحن مفتوح ويكون واسع عشان نقدر نفتت خبز الرقاك ونشربه بالمرق ومثل ما قلت لكم ممكن تستخدموا أي خبز عندكم بيكون خفيف ومقرمش أو ممكن الخبز اللبناني نفتحه ونحمصه شوية وبعدين نفتته على الصحن ونبدأ نسكيه بالمرق فتت أول طبقة من الرقاك وبعدين سكيتها بالمرق وكررت الطريقة ثلاث طبقات من الرقاك وبدأت أرص عليها الخضروات واللحم أترككم تستمتعوا بجمال المنظر وألوان الخضروات اللي في هذا الطبق وهذا هو طبق الثريد جدا مميز في تقديمه وجدا مميز في طعمه إن شاء الله إنكم تجربوا هذه الطريقة وتعتمدوها في ليالي رمضان اكتبوا لي على التعليقات كيف بتكون طريقتكم في طبق الثريد هل هو نفس طريقتي ولا بيختلف ولا تنسوا مشاركة الفيديو أصدقائكم عشان يستفيدوا من هذا الطبق الذي استودعتكم الله وألقاكم في وصفات جديدة إن شاء الله